الفلسطينية العامة ستجرى خلال الأشهر المقبلة وصولا لأن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد وأبلغ رئيس السلطة محمود عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنى ناصر بأنه سيدرس مضامين ردود حركة حماس والفصائل الفلسطينية خلال الأيام القادمة جاء ذلك خلال استقبال عباس لناصر أمس السبت حيث أطلعه الأخير على نتائج لقاءاته مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتسلم عباس رد حماس على الرسالة المتعلقة بالانتخابات والموجهة منه لحركة حماس والفصائل الفلسطينية من جانبها أعلنت حركة حماس مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة الأولى منذ العام 2006 وأكدت العمل على إنجاحها على أمل الوصول لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أن تقام هذه الانتخابات في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالتزامن من دون أي استثناء أعلن لشعبنا الفلسطيني بأننا قمنا في هذا اللقاء بتقديم رد حركة المقاومة الإسلامية حماس الإيجابي على خارطة الانتخابات وهذا الموقف بأكد على أن حماس ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها إن شاء الله وفي السياقات وفي إطار القانون والنظام الأساسي المعمول به والذي سيتوافق عليه فلسطينيا وينضم إلينا عبر الأغمار الاصطناعية مباشرة من غزة الدكتور إسماعيل ردوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حيك دكتور إسماعيل وأبدأ من النقطة التي أعلنتم عنها وأن وافقتم بالفعل على المشاركة في الانتخابات القادمة وأرسلتم برسالة لمحمود عباس في هذا السياقل لك أن تطلعنا أكثر على مضامين هذه الرسالة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية دعني أوضح بأن حركة حماس كانت وما زالت وستبقى وفية لشعبها الفلسطيني وتؤكد على الخيار الديمقراطي وحرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية فنحن ضمن هذه الرسالة التي كانت في خمسة صفحات للرد الإيجابي كما أشار الدكتور إسماعيل هني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأنا أتحدث بالخطوط العامة لأن التفاصيل متروكة لإطلاع الإخوة في حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية حتى يطلعوا على هذه المضامين الإيجابية تضمنت هذه الرسالة بالتأكيد على حرص حماس على تدليل كافة العقبات كما كانت سابقا واستحضرت كل مواقف حركة حماس سواء ما يتعلق باتفاقات القاهر 2011 ومخرجات بيروت 2017 وكذلك مبادرة الفصائل السبعة بالإضافة إلى كل الحركات التي أكدت على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وكنا نأمل أن تتحقق المصالحة وأن تتهيئ المناخات لتحقيق هذه الوحدة ثم نذهب إلى انتخابات وكل المناخات تهيئت ولكن حينما كانت الإصرار على الانتخابات كنا قد بردرنا بالإيجابية بالترحيب بالانتخابات والتأكيد على دخول حركة حماس في موضوع الانتخابات وكانت تلك الرحلات المكوكية بين رمالة وغزة والتي من خلال تحرك الدكتور حنى ناصر مشكورا لأجل الوصول إلى هذه المرحلة وإذا إصرار رئاسة السلطة الفلسطينية على ضرورة إجراء الانتخابات حتى بأشروط التي اشترطتها السلطة بإجراء الانتخابات التشريعية على حدة ثم بعد ذلك الرئاسية رغم أن هذا مخالف الاتفاقات قلنا أننا من باب المرونة والإيجابية وتشجيع الانتخابات لتكون بوابة لتحقيق المصالحة ورافعة للمشروع الوطني الفلسطيني وخروجا من هذا المأزق الذي تمر به القضية وشعب الفلسطيني وافقنا على انتخابات تشريعية ورئاسية على أن يصدر بمرسوم واحد ولا تتجاوز المدة ثلاثة شهور بينهما وبعد ذلك يتم الاتفاق على تحديد وقت للانتخابات البرلمانية للمجلس الوطني التشريعي للمجلس الوطني عفوا على أن يتم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وأكدنا كذلك على جملة من الضوابط لأجل الحفاظ على نزاهة وشفافية وحرية الانتخابات واطلاق صراح المعتقلين السياسيين والاتفاق على محكمة الانتخابات والاتفاق كذلك على مشرفين مراقبين والتأكيد على الانتخابات في القدس والضفة وغزة والاتفاق كذلك على الاعتراف بنتائج الانتخابات واحترام هذه النتائج وضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف للاعتراف بنتائج الانتخابات وهذه لتكون بوابة لتحقيق الوحدة هناك عدة جمل لأجل الحفاظ على هذه الانتخابات وإجرائها بسلامة هل وصلتكم أي إجابات أو أي ردود على هذه المضامين من قبل السلطة الفلسطينية والرئيس عباس حتى اللحظة حركة حماس لم تتسلم ردا من الإخوة في حركة فتحة أو السلطة الفلسطينية ونحن قدمنا الإيجابية والمرونة العالية في كل المحطات نحن كحماس والفصائل الوطنية والإسلامية يعني هذا الموقف وعكسه الموقف الوطني الموحد الحريص على تحقيق هذه المصالحة حتى حينما كان قرار الفصائل أن يكون هناك إطار قيادي مقرر قبل إصدار مرسوم الانتخابات الرئاسية والتشريعية كان الإصرار من السلطة على أن يكون هذا الإطار يعقد بعد المراسيم وقلنا لن نجعل هذه عثرة إذا موضوع الانتخابات فقلنا نحن نذهب بمرونة يعني حماس قدمت مرونة عالية كما هي الفصائل لتحقيق هذه الانتخابات وإجراء هذه الانتخابات لتحقيق الوحدة الوطنية هل تعتقد أن السلطة هذه المرة تحديدا جادة في إجراء الانتخابات سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الرئاسي أو المستوى الوطني أم سيحدث كما حدث في المرات السابقة ينتهي الأمر للا شيء يعني دعني أقول بأننا نحن ننظر بإيجابية دائما للأمور لأجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ونحن نأمل أن تكون هذه الإرادة المتوفرة لدى حماس والقوى الوطنية والإسلامية أن تكون متوفرة لدى السلطة الفلسطينية والإخوة في حركة فتح لأن الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا شك أنه وضع حرج وهناك مؤامرات على القضية وهناك صفقة القرن صفقة ترامب وهناك كذلك استهداف القدس واللاجئين واستهداف كل حقوق شعبنا الفلسطيني وأخيرا كنا نسمع عن وزير الخارجية الأمريكي الذي اعترف بشرعنة الإسطيطان في الضفة الغربية وغور الأردن كل هذه التحديات وما تمر بالقضية الفلسطينية يحتم على أبناء شعبنا وكل الفصائل وعلى السلطة الفلسطينية وعلى حركة فتح وعلى الجميع أن يتجه اتجاه تحديد هذه الانتخابات تكون كبوابة لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية لنجابه كل هذه التحديات التي تسهدف القضية الفلسطينية دكتور إذا تمت الانتخابات التشريعية ثم تلتها الانتخابات الرئاسية هل سيكون لحماس مرشح في الانتخابات الرئاسية أم لا؟ هذا من السابق اليواني الحديث حول مرشح للرئاسة ربما يكون من حركة حماس الغالب أن حركة حماس في هذا الإطار تدرس هذا بالأطور القيادية والتنظيمية ولكن الغالب في مستوى الرئاسة نحن نتمنى أن نتوافق على شخصية وطنية على شخصية وطنية تحافظ على التوابط الفلسطينية وحريص على الوحدة الفلسطينية وحدة القرار الفلسطيني وحدة الأرض الفلسطينية وحدة الشعب الفلسطيني تعمل أن تكون رافعة للقضية الفلسطينية وبالتالي هذه هي الوجهة العامة ومن السابق اليواني نتحدث عن مرشح للرئاسة من قبل حماس نحن ما يهمنا أن تكون هناك شخصية وطنية وحدوية تخدم الشعب الفلسطيني ماذا بالنسبة للرئيس الحالي للسلطة سيد أبو مازن هل مطروح أن يكون أيضا مرشح يتفق عليه الجميع خلال الانتخابات القادمة بشكل أو بآخر أم لا والله هذا الأمر لا تحدده حماس حركة فتح لها الحرية بأن ترشح من تشاء ومن شاءت ولكن حماس والقوى الوطنية والإسلامية هي كذلك لا بد لها أن يكون لها موقف اتجاه من سيكون رئيسا في المرحلة القادمة ونحن نأمل أن تكون هناك توافقات وطنية على شخصية وطنية للرئاسة ونحن نأمل كذلك أن تكون الشراكة السياسية الكاملة حتى في موضوع المجلس التشريع والمجلس الوطني نحن نمر بحالة تحرير وتحرر وطني هذه المرحلة مرحلة التحرر الوطني تقتضي أن نوحد كافة الجهود الفلسطينية الوطنية لأجل أن نخرج من هذا المأزق الذي تمر بالقضية ونجابه كل التحديات وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة لشعب الفلسطيني هناك كلمة للرئيس أبو مازن قال فيها أن الانتخابات ستجرى خلال الأشهر المقبلة وصولا إلى أن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد لكن الحقيقة الجملة المثيرة للاستغرار فكرة سلاح شرع واحد ماذا تفهمون أنتم من هذه الكلمة في حماس سلاح شرع واحد دكتور؟ دعني أقول بشكل واضح بأننا لسنا بصدد التحليل الآن ولكن نؤكد على أن سلاح المقاومة هو خط أحمر هذا سلاح مشروع مدام الاحتلال فلا بد من المحافظة على سلاح المقاومة ويوم أن يكون التحرر ويكون جيش وطني فلسطيني بيكون سلاح هذه المقاومة ضمن الجيش الوطني الفلسطيني ولأجل ذلك المطلوب هو تحقيق الوحدة الوطنية الشراكة السياسية مجلس وطني واحد هذا المجلس الوطني الواحد الذي يشكل كل أطياف اللون السياسي الفلسطيني والذي تنبثق عنه المجلس المركزي واللجنة التنفيذية حينما نصل إلى مرحلة من هذه التوافقات وهذه الوحدة الوطنية بيكون سلاح المقاومة ضمن الجيش الوطني الواحد وهذا سلاح مشروع وهو سلاح شريف لأننا نجاب فيه العدو الصهيوني الدكتور إسماعيل رضوان القيادية في حركة حماس كنت معي عبر الأقمار الصناعية مباشرة من غزة أشكرك شكرا جزيلا وما زلنا مع هذه القضية وينضم إلينا عبر الهاتف مرام الله سيد أسامة القوسمي الناطق باسم حركة فتحة أحييك سيد أسامة هل تعتقد بالفعل أن هذه المرة ستكون غير سابقتها فيما يخص إجراء الانتخابات الفلسطينية على المستوى التشريعي والمستوى الرئاسي والمستوى الوطني أم لا؟ يعني الكل يعلم أن الانتخابات هي جزء أساسي من عقيدتنا الوطنية ونهدف فيها في حركة فتح إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية إنهاء حالة الانقسام بعد 12 عاما عجاف لم نصل فيها إلى نتيجة ولفنا الآن في صدد نحمل المسئولية على أحد لأننا إذا قلنا حماس المسئولة حماس سترد فتح المسئولة وإلى آخره من الجدل البيزنطي الذي لم يعد ينفع بالمطلق لذلك الرئيس أبو مازن وحركة فتح قرر أن نذهب إلى طريقة أخرى وهي الانتخابات نحن جدون إلى النهاية استمعنا إلى آراء إيجابية من معظم الفصائل الرئيس أبو مازن استمع اليوم وغدا سيستمع إلى ردود كل الفصائل والرد على رسالته ومعظم الردود إيجابية إلى هذه اللحظة لذلك الرئيس أبو مازن بعد الدراسات القانونية الكاملة سيحدد موعد الانتخابات نحن نريد من الانتخابات أن تكون عرصا ديمقراطيا وطنيا للكل الفلسطيني بالإعلام بإنهاء حالة الانقسام التي مزقت الشعب الفلسطيني والتي أضرت بالقضية الوطنية الفلسطينية نحن في حركة فتح الأكثر حرصا كنا وسنبقى على إنجاز الوحدة الوطنية نحن حريصين على الديمقراطية باعتبارها بوابة سيد أسامة أنا لا أريد أن أقاطعك كثيرا ولم نتوقف عن ممارستها بالرغم من حالة الانقسام أنا لا أريد أن أقاطعك كثيرا لكن لدي كثير من الأسئلة والوقت ضيق فأرجو إجابات مختصرة هل تتوقع متى تجرى الانتخابات التشريعية مثلا على سبيل المثال وبعدها الانتخابات الرئاسية تتوقع التوقيت نعم نتوقع أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة الرئيس سيصدر مرسوما يعني ممكن أن يكون خلال أيام ولكن نحن لا نريد أن نحدد ولكن نحن نتوقع أن يكون في القريب العاجل الكل يعلم أنه إذا صدر المرسوم سيصدر مرسومين في نفس اللحظة للتشريع والرئاسية فاصل زمني بينهم ثلاثة شهور والمدة الزمنية حسب القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ثلاثة شهور للإعداد إذا صدر القرار اليوم فالانتخابات بعد ثلاثة شهور لذلك نتوقع أن يكون ستكون الانتخابات في مارس أو إبريل القادم على أكبر حد وبعدها بثلاثة أشهر الانتخابات الرئاسية جميل أنا أريد أن أسألك عن الانتخابات الرئاسية وموقف الرئيس أبو مازن منها وموقفكم أنتم منها في حركة فتحة هل لديكم رؤية في هذا السياق هل سيكون السيد أبو مازن هو مرشح فتحة أم مرشح آخر سيد أسامة يعني دعني أؤكد لك أن الرئيس أبو مازن محل إجماع داخل حركة فتح ومحل إجماع وطني فلسطيني خاصة لمواقفه الأخيرة ضد صفقة العار الصهيو أمريكية ضد موقفه فيما يتعلق بالقدس ووقوفه وأمام الإدارة الأمريكية وأمام إسرائيل بقبول صفقة القرن لذلك الرئيس أبو مازن محل إجماع وطني داخلي وخاصة داخل حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ولكن في النهاية القرار يعود للرئيس أبو مازن ولكن نحن في حركة فتح نؤكد على أنه هو مرشحنا للانتخابات القادمة لذلك القرار في النهاية يعني اسمعني هل تعتقد سيد أسامة وتقرر ولكن هناك إجماع واضح داخل أطر حركة فتح في اللجنة المركزية في أقليم حركة فتح في المجلس الثوري بأن الرئيس أبو مازن لما يمثله من إرادة وطنية في السنوات الأخيرة الماضية في وجه المشروع الصهي أمريكي الذي يريد تحويل القضية الفلسطينية من قضية حقوق وقدس ولاجئين إلى قضية مشاريع مستشفى هنا مستشفى هناك وقضايا إنسانية تقسم الوطن وتضيع القضية الفلسطينية هل أبو مازن من الممكن أن يكون محل قبول من باقي الفصائل الفلسطينية الوازنة كحماس الجهاد غيرها من الفصائل أم من الممكن أن يكون إشكالية وهم يطرحون أيضا مرشح فنقع في إشكالية أخرى داخل البيت الفلسطيني يعني هذا سيعود إلى نقاشات بين الجميع ولكن الرئيس أبو مازن إذا قلنا على الموقف السياسي يجب أن يكون محل إجماع لأنه عبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية لا يوجد شخص يعني محل إجماع مئة بالمئة ولكن قد يكون عليه قبول ستين أو سبعين أو تمانين بالمئة من الأغلبية العظمى من الفصائل وتعني أؤكد القضية السياسية هي الأهم القدس قضية القدس قضية الدولة قضية القرار الوطني الفلسطيني المستقل قضية المحافظة على الثوابط الوطنية التي أجمع عليها المجلس الوطني في العام 1988 هذا هو المحل القياس هل الرئيس أبو مازن تنازل عنها؟ هل رضي بالمشروع الأمريكي الصهي أمريكي؟ هل قبل بالضغوطات على القيادة الفلسطينية؟ هل ساوم على قضية الأسرة والمعتقلين ورواتب الأسرة والشهداء؟ هذه قضايا مركزية هل قبل بالمفاوضات حول القدس ما يقال حول الصفقة أن العاصمة في أبو ديس وليست القدس كما أتى في القانون الدولي؟ الرئيس أبو مازن كان واضحا في كل هذه القضايا بأنه رفض ووقف وقفة رجال أمام هذا المشروع الصهي أمريكي لذلك إذا كانت من الناحية السياسية بعيدا عن المناكفات فهو محل إجماع لما يمثله من مواقف سياسية واضحة أما إذا كانت القضايا حزبية فلكل حزب الحرية في أن يرشح من يناسب ومن يريد وهو الحرية في أن يرشح مرشح آخر نحن نؤمن بالديمقراطية قد تأتي بالتوافق وقد تأتي بالتنافس السيد سامة القاسمي الناطق باسم حركة فتحك تماي عبر الهاتف من رمالله أشكرك شكرا جزيلا المسايا مستمرة وبعض الفاصل باقي فقراتنا وفيها رغم اعتراض مصر واليونان أردوغان يقول أن تركيا لن توقف التنقيف في البحر المتوسط وأن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا ستنفذ من دون التفات لصراخ البعض وعويله ابقوا معنا ستم تأمين سفننا وتواقمها عبر قواتنا البحرية أؤمنوا أن ما تقوم به هذه السفن سيؤتي ثماره قريبا نحن أصدقاء منذ عشر سنوات يعمل بلا توقف ترجمة نانسي قنقر